موضوع الأحلام وسبب حدوثها هو من أهم الموضيع اللي بتثير في قدول ناس كتير هنحاول نتكلم عن ده بالتفصيل ونعرف وظيفتها والغرض منها من ناحية علمية ونفسية بطريقة بسيطة ومشوقة الأحلام دي حاجة غريبة فعلا مش كده؟ يعني انت نايم على سريرك وفجأة تلاقي نفسك بتطير فوق مدينة غريبة أو بتتكلم مع حد مات من زمان أو حتى بتحارب بحوش فضائية أو حتى راكب فوق جمل بيطير الموضوع ده بيخلينا نسأل إيه اللي بيحصل في دماغنا وقت ما بنكون نايمين طيب تعالوا نبدأ رحلتنا في عالم الأحلام ونشوف إيه اللي العلماء قالوا عنها هنبدأ بمقدمة بسيطة عن الأحلام ونشوف إزاي الناس من زمان لحد دلوقتي بيفكروا فيها بس قابلني بعد الانترو الأحلام دي تجربة إنسانية عالمية يعني مش مهم إنت منين أو عمرك كام علشان تشوف حلم أكيد شفت أحلام غريبة وعجيبة قبل كده والموضوع ده خلى الناس من آلاف السنين يحاولوا يفهموا معنى الأحلام دي في الحضرات القديمة زي المصريين والأغريق وكانوا بيعتقدوا إن الأحلام دي رسائل من الآلهة أو تنبؤات بالمستقبل ودلوقتي لما بنفكر في الأحلام بنلاقي نفسنا بنسأل أسئلة زي ليه بنشوف الحاجات دي بالليل أصلا وهل الأحلام لها معنى؟ ليه ساعات بحلم أحلام مرعبة وساعات تانية بحلم أحلام حلوة وإيه الفرق ما بينهم؟ الأسئلة دي هي اللي خلت العلماء يبدأوا يدرسوا الأحلام بشكل علمي طيب علشان نفهم الأحلام كويس لازم نعرف الدماغ بيشتغل إزاي وإحنا نايمين وقت النوم الدماغ مش بيقفل بشكل نهائي زي ما ناس كتير بتفتكر بالعكس في أجزاء منه بتنشط جدا في النوم خصوصا في مرحلة النوم اللي بنسميها REM أو حركة العين السريعة في المرحلة دي الدماغ بيبدأ ينشط بطريقة شبه اللي بتحصل وإحنا صحيين وده بيخلي الصور والأفكار والمشاعر تتداخل مع بعضها وده اللي بيخلق الأحلام اللي بنشوفها والغريب إن الجسم بيكون في حالة شلل مؤقت علشان ما بنقومشي ننفذ الأحلام دي في الحقيقة طيب إيه اللي بيحصل لنا وإحنا بنحلم أساسا الدماغ بيبدأ يشتغل من مناطق الذاكرة والعواطف والإبداع وده بيخال الأحلام تبقى مزيج غريب من الزكريات والمخاوف والرغبات اللي انت نفسك تعملها ساعات بتحس إن الوقت بيمشي بسرعة جدا أو ببطء أو إننا في أماكن غريبة مستحيل إنها تكون موجودة في الحقيقة كل ده بيحصل عشان الدماغ بيحاول يفهم ويرتب المعلومات اللي جمعها طول اليوم ومن النظريات اللي بتتكلم حاولين الأحلام دي نظرية فرويد إن الأحلام تعبير عن الرغبات اللاواعية سيجمند فرويد اللي يعتبر أبو العلم النفسي كان عنده نظرية مثيرة عن الأحلام هو شاف إن الأحلام دي طريقة العقل الباطن إنه يعبر عن الرغبات بتاعته والأفكار اللي احنا مش عايزين أو مش قادرين نواجهها في حياتنا اليومية يعني لو حلمت إنك بتطير مثلا ممكن دي يكون تعبير عن رغبتك في الحرية أو الهروب من مسؤولياتك ناس كتير لسه بتستخدم الطريقة دي في تفسير الأحلام وبيشوفوا إنها ممكن تساعدهم يفهموا نفسهم بشكل أحسن ويحاولوا إنهم يحلوا مشاكلهم النفسية فمثلا لو حد بيحلم كتير إنه بيضيع أو بيتأخر في حاجة مهمة ممكن دي يكون علامة على إنه الآن من إنه مش بيحقق أهدافه في الحياة تانية نظرية معنا هي نظرية التنظيف العصبي أو إن الدماغ بينظف نفسه نظرية تانية مهمة وفكرتها هنا إن الدماغ بيستغل لوقت النوم علشان يرتب ويشير المعلومات الزيادة اللي تجمعت طول اليوم ويتخلص منها يعني زي ما بتنظف قطك كده الدماغ بينظف نفسه من الكركيب اللي موجودة فيه والأحلام في الحالة دي بتبقى زي الغبار اللي بيطلع لما بتتكنس قضاء معينة اللي هي في الحالة دي دماغك هي مش بالضرورة ذات معنى بس هي نتيجة لعملية التنظيف دي ده ممكن يفسر ليك إن ساعات بتحلم أحلام غريبة أو مش بفهومة لأن الدماغ بيحاول يتخلص من المعلومات الكتيرة في نفس الوقت تالت نظرية هي نظرية حل المشاكل الأحلام كوسيلة للتفكير في الحلول ودي النظرية الثالثة اللي بتقول إن الأحلام هي طريقة الدماغ للتفكير في حلول المشاكل اللي بتوجهها في حياتك وقت ما بتكون نايم والعقل الواعي بيكون مرتاح وده بيدي فرصة للعقل الباطن إنه يشتغل على المشاكل بطريقة إبداعية وفي حالات كتير ناس لقيت حلول لمشاكل معقدة في أحلامهم مثال مشهور العالم الألماني كوكولي اللي اكتشف التركيب الحلقي لجزء البنزين بعد ما حلم بقى فعب تاكل دلها كمان في فنانين وكتاب استلهموا أفكار لأعمالهم من خلال أحلامهم والعلم الحديث فتح لنا آفاق جديدة في فهم الأحلام ودلوقت العلماء بيقدروا يستخدموا أجهزة متطورة زي التصوير بالرانين المغناطيسي الـ MRI علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل في الدماغ وقت الحلم والأبحاث أثبتت إن الأحلام مش بس خيال لكن لها دور مهم في تقوية الذاكرة وتنظيم العواطف يعني لما بتحلم بحاجة حصلت معك الدماغ بيعيد ترتيب الذكرى وبيخزنها بشكل أحسن تاني حاجة مثيرة اكتشفها العلماء إن الأحلام الواضحة أو الـ Liquid Dreams دي الحالة اللي الواحد بيبقى عارف فيها إنه بيحلم وممكن يتحكم في الحلم وناس كتير بتحاول تتعلم الطريقة دي علشان تستفيد منها في أحلامهم وحل مشاكلهم وتحسين مهارتهم وفي دراسة حديثة العلماء قدروا يتواصلوا مع ناس وهم بيحلموا والناس دول كانوا في حالة حلم واضح وقدروا يجاوبوا على أسئلة بسيطة عن طريق حركة العين وده فتح الباب لفهم أعمق لطبيعة الوعي والإدراك وبعد ما تكلمنا عن النظريات والأبحاث السؤال بيطرح نفسه إيه بقى الغرض الحقيقي من الأحلام الحقيقة إن الإجابة دي مش بسيطة أو واضحة بشكل كبير لأن الأحلام لها أكتر من وظيفة وأساساً الأحلام معقدة بشكل كبير فمثلاً الغرض من الأحلام من ناحية الصحة العقلية إن الأحلام ضرورة للصحة العقلية الجيدة وده بتساعد في تفريغ التوتر والضغط النفسي ولو الواحد ما حلمش الفترة طويلة ممكن يعاني من مشاكل في التركيز والمزاج وحتى ممكن يصيبوا بعض الاكتئاب كمان في علاقة قوية ما بين الأحلام والإبداع وكتير من الفنانين والمخترعين بيقولوا إن أفكارهم الإبداعية جات لهم في الأحلام والأحلام بتكسر حدود التفكير العادي وبتفتح المجال لأفكار جديدة كمان الأحلام بتساعدنا نتعامل مع المواقف الصعبة في الحياة زي مثلاً لوحد خايف من امتحان ممكن يحلم إنه بيمتحن ونجح وده بيساعده يتعامل مع القلق بتاعه في الحياة في النهاية الأحلام فعلاً مفيدة وضررية لحياتنا وهي مش مجرد أفلام بنشوفها وإحنا نايمين لأ لكنها جزء أساسي من صحتنا النفسية وقدرتنا على التعامل مع الحياة وعشان نستفيد من الأحلام في حياتنا النومية ممكن نبدأ نكتب الأحلام اللي بنشوفها في ضفتر خاص يعني نعمل يوميات الأحلام ده هيساعدنا نلاحظ الأنماط المتكررة ونفهم نفسنا أحسن وإيه المخاوف اللي احنا بنعني منها في الحياة حاجة تانية مفيدة هي أننا نفكر في موضوع معين قبل ما ننام وده بيساعد أننا نحلم بالموضوع ده وده اسمه توجيه الأحلام وكمان بيساعدنا أننا نلاقي حلول للمشاكل دي في الأحلام في الآخر خلينا نفتكر أن الأحلام دي نافذة في عقلنا الباطن لو قدرنا نفهمها ونستفيد منها هنقدر نعيش حياة أفضل ونفهم نفسنا أكتر وفي المرة الجاة لما تصحى من النوم وتفتكر حلم غريب بلاش تستغربه فكر فيه كويس يمكن تلاقي فيه رسالة مهمة من عقلك الباطن وكمان عايزين نقول في نهاية كلامنا أن الأحلام علم من علوم الله ربنا خلقها لعقولنا لسبب ممكن نكون بنجهله حتى لو تقدمنا علميا وبحثيا في الموضوع يعني عندك مثلا الأحلام دي من أعظم الحاجات اللي ربنا خلقها وبتورينا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قادر يخلق عالم كامل جوانا وجوه أدماغتنا عشان يساعدنا ودي حاجة تخليك تقف وتقول سبحان الله ونيجي مثلا لبعض الأمثلة اللي ذكرت في القصص أو في القرآن الكريم يعني مثلا حلم سيدنا يوسف فاكرين لما حلم أنه شاف 11 نجمة وشمس وقمر سجدين لي الحلم ده تحقق بعد سنين طويلة ومعجزات كتير مر بيها سيدنا يوسف دي علامة أن الأحلام ممكن تكون رسائل من ربنا عن اللي جاي ودي بتسمى الرؤية واللي حصلت مع الملك في قصة سيدنا يوسف برضو الرجل ده حلم أنه شاف 7 بقرات تخان بيكلوهم 7 بقرات عجاف أو نحاف وسيدنا يوسف فسرها أنها 7 سنين خير هيجي بعدهم 7 سنين عجاف أو هينقطع فيها المطر والخير ودي بتورينا زي أن الأحلام ممكن تكون تحذير من ربنا أو انكشاف للغيب في بعض المواقع ومثال ثالث الأحلام الصادقة بتاعة المؤمنين كتير مننا سمع عن ناس حلمت بحاجات واتحققت في الحقيقة ودي نعمة من ربنا على عباد المؤمنين والصالحين زي أن حد صالح مثلا يشوف حد دخل الجنة فكلمه عن النعيم واللي هو شافه أو حد مثلا بيحذره من حاجات ما يعملهاش علشان يتجنب عذاب الله فالأحلام من معجزات ربنا ومن النعم علينا اللي لازم نستشعرها والواحد فينا يقدر يشوف أحلام ويحقق عوالم كاملة في دماغه وهو نايم ودي حاجة من المعجزات ودليل على عظمة ربنا وقدرته في خلق أي حاجة إحنا بنشوفها أنها مذهلة سبحان الله الذي خلق العقل البشري بالطريقة المذهلة دي وخلف الأحلام عبرة للناس اللي بتفكر ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته